هاي جمعا كيفكم اليوم رجعت لكم الفيديو جديد من قناتي اسراء غيمر اليوم نحن لعب بلعبة بك اكستي واليوم يا جماعة نحن نشوف تسريبات جديدة بايميل جديد نزل من شركة لعبة بك اكستي عن التحديد القادم اخيرا عرفنا شوه التحديد القادم اوماي جود صوتي كأنه سيروح بس والله ما سيروح اوكي المهم طوال جماعة التحديد هذا هو فستفال جديد يا جماعة ففستفال معناته يعني كأنه حفلة فحيكون قائز تحديد تبع حفلة موسيقية كأنه حيجيبوا قائز كثير كثير تبع الاشياء يعني هيك ضجيج اهتزاز موسيقى منزل جديد بدلة جديدة سيارة جديدة ملابس بتجنن جديدة كثير اشياء طوال جماعة قبل ما نبدأ بهذا الفيديو ما تنشئ نكون شتركوا بالقناة كما نحطوا كثير كثير لايكات على الفيديو وبس هلا قايز خلينا انه انه مبلش طوال جماعة اول اشي بدي انكم شو حكت غوسب غيرل بالايميل اوكي انه غوسب غيرل هي فتاة القيل والقال هي اللي بتجيب لنا الاخبار سو الخبر اللي قالت لنا هلا يعني بالبداية تبع الايميل قالت انه كانت بس صحت يعني تقولنا قصة يعني بس صحت يعني قالت انه استيقت للتو يعني عضجيج واهتزاز وموسيقى قالت انه كأنه في يعني وكأنه في ناس كثيرة بيقفزوا بيغنوا في الخارج تبع في كيكستي وكأنه بيكستيصار مسرح كبير لمهرجان وطلع الامر صح قايز في مهرجان يا جماب هذا المهرجان حيضيفوا كثير شغلات الجديدة وطوعهم بعد وكثير صور لكن الصور الكاملة رح نشوفها باخر الفيديو فتبعوا مع الفيديو الاخر حت لايك على الفيديو كمان شتركوا بالقناة وقايز بنهاية الفيديو لا نهاية نهاية اليوديا بس تعبوا عني كان بعد ما نخلص الحكيية اسم بث ما ما يجوديو والبعد ما سوف نخلص الحكيية إن شاء الله نهاية اليوديو ورح ورجيكم عارفتوا لا يعني يعني الصور صور اوكى الصور اول شي guys قالوا انه هذا مهرجان بيجنن وانه قاسد غير مش مصدئه انه بتحب الموسيقى ونحن نكونون كثير في المعنين في PXT يعني حيجوا ع PXT فمغني من هذول المغنين هي سرينة سريناتا فسرينة سريناتا هي كمان مغنية تبع PXT PXT عنا عالم تبع PXT وعنا هكذا كثير شغلات عنا الأشجال تبع PXT عنا كمان مغنية مغنية هي سرينة سريناتا هي كانا أشخة المغنية مشهورة يجب فرق أكثر ومغنيين أكثر شاركت معنا أغنية تحبها اسمها ميولوغايا إينا فازيندا ديلا عمني سمعت بهذا الاسم بحياتي لأن هذه يعني جملة برتغالية باللغة البرتغالية وما بعرفها قرأتها صح ميولوغايا إينا فازيندا ديلا أعتقد قرأتها صح ماني متأكدة لأنا حاليا مؤخرا يعني صرت أتعلم اللغة البرتغالية ظنيت إنه سهلة لأنه سمعت في أسهل لغة في العالم من أسهل لغات في العالم وبتعلمها لكن يعني مش سهلة كثير سراحة يعني وكمان عندي دراسة كثير إشياء فعنجد يعني ما قدرت أكمل بس إن شاء الله حكمل إن شاء الله إدو مايكايز أهم فهي الأغنية قالت انه تعجبها و هيك شغلات و يعني لأنه هذه الأغنية يعني حلوة و يعني الفنان اللي غناها أو الفنان اللي غنتها يعني بيشاركوا حياتهم شخصية من خلال أغاني و يعني بطريقة حلوة و هيك و فهمتوا يعني بعدين يا جماعة قالت لنا Gossip Girl أنه حيضيفوا لبسة جديدة اللي يعني كأنه ستايل تباها تبع المغنيين اللي بيغنوا نوع تبع الأغاني غريبة يعني مو غريبة بس فهمتوا يعني هيك بتكون أغاني كأنه Futuristic ويعني Electronic وصف like that ألو ما أحواجيكم قائزة الصورة بعد شوي بس طبعا هذي كأنه لبسة تبع DJ يعني هيك نيون فيه ألوان يعني هيك ضوء وهيك شغلات فهمتوا يا جماعة Oh my God أتمنى ستكونوا فهمت مهم بعدين قائز قالت كمان أنه رح يضيفوا باقة جديدة هاي الباقي قائز أفضل باقة عندي طبعا هتكون باقة باللور الأسود والأحمر أحمر غانق كأنه وهذي الباقي ستايل تبع كثير يجنن دعون ستايل تبع الإيمو بس ما ضفوا هيك الإيمو الحقيقي لا أضافوا بس هيك إيمو حلو ستايل تبع الشعر أحمر الأسود عن ستايل تبع الأغاني الإيمو في أغاني إيمو في أغنية أعتقد اسمها mom is not just a face يعني أمي إنها ليست مجرد مرحلة لأنه لما هيك بيكون مثلا مراهقة أو شيء زي هيك بيحب هيك الإيمو يعني بكل إشيء بلون أسود بيعمل لك ستايل تبع الشعر بطريقة يونيك يعني مميزة فأمي يعني حتقول له أوه هذه بس مرحلة يعني خلص حتكبر ورح فهمت يعني هتكبر ورح تتغير ما رح تصير يعني هي يعني بس مرحلة بس هو بيقول لا أمي إنها ليست مرحلة فقط إنها ليست مجرد مرحلة فعملوا أغنية اسمها mom is not just a face إنه أمي إنها ليست مجرد مرحلة عن جد الأمر غريب ما بقف ليش شرحة شرحت لكم يا بس يعني حبيت شرح لكم يا إنه شاركت معنا هذا الشي gossip girl بالإيميل وأنا تذكرت وحبيت شرح لكم شان تعرفوا بس ما يعني هيك سالت بالبنك وهيك شغلات ورجونا صورة تبع لبسي كثير كثير يعني حلوة ملابس تبع أولاد وكمان ملابس تبع البنات فيها كمان حقيبة بتجنن قايز حقيبة كثير كيود وشعر جديد ملون وهيك أشياء واو المهم عندنا كمان جماعة شاحنة جديدة كأنه سيارة هيك فخمة فحذفوا قايز هيك كأنه آلة تبع الحفلات لأنه فيها مكبر صوت صاخب وكمان يا جماعة فيها تصميم حلو ألوان حلوة وفيها كمان أغاني حلو يعني صوت يعني أغاني آه فهمتوا يعني السيارة فيها موسيقى كأنه تبع شاحنة وكمان قايز سربوا الإضافة تبع منزل جديد رح يكون بس بكوينز صح يا جماعة تمان تبع الحخيص رح يكون بس بكوينز يعني بس بعملة النقود يعني مو جواهر مو فلوس حقيقية لا بس كوينز فالبيت هذا عجل كثير 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 بيجنن متحمسة عشان ينزل وأفضل شير حيضفوه عن باقي تبع آثات وقالوا أنه قايز حيضيفوا آثات اسمعوا شو قالت قالت الموسيقى ما بتتوقف حتى في الأماكن المغلقة والمنزل هو مكان مغلق فعشان هيك يا جماعة استعدوا لسي سيمفونيا I just wanna be part of your symphony We hold it down عرفتوا قايز يعني السيمفوني سيمفونيا فكأنه حقيق مع آثات لوحة المفاتيح نحضفوا قايز آثات جديدة كأنه تبع لوحة المفاتيح الموسيقية لو ما فهمتوا قايز فتبعوا معي عشان لما تشوفوا الصورة يحتفهموا بس يعني كأنه هلأ في آثات جديدة نقدر يعني نضيفة الحيوية على الإبداع تبعنا ونألف ألحان يعني خاصة فينا أو نألف يعني الألحان المفضلة تبعنا من خلال هذه لوحة المفاتيح تبعنا موسيقية فكل مفتاح هو نغمة موسيقية مع انبعاد صوت حقيقي يعني واو هذا الشي بيسمح لك عشان تعزف الموسيقى ووقتها ما تشاء الفكرة بتجنن وكمان قايز هايضيفوك أنه event pass بتبع ملابس مجانية يعني بتشتروه بس بكوين واحدة يعني بس بفروس واحدة يعني كأنه مجاني حرفين مجاني ف لمدة 6 أيام يا جماعة راح تكون 6 أيام الأولى من مهرجان تبع في كيك سيزة حديث مهرجان راح يكون قايز تبعاد ملابس بتجنن في المتجر بالمجان حسنا 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 أبدأ بالصور ليس بالترتيب ونرى بسرعة لأنه بدي هذا الفيديو وارجيكم كل شيء باختصار حسنا فأول شي لدينا هذا المجاني ليس مجاني أصلي بكوينز لكن نعتبره مجاني لأنه كوينز عملة رخيصة أمام بعدين لدينا هاي اللبسة لكم غريبة حسنا هذي تبع نيون وهيك بعدين يا جماعة لدينا يا جماعة لود بسرعة هذي اللبسة تبع المتال أو تبع الإيمو تبع جانني يا جماعة بعدين لدينا تبع الأولاد آ هذي حبيتها كثير يا جماعة و بعدين لدينا هاي الصورة كمان بسرعة هذه السيارة لدينا صور اكثر هذه الصورة تبع الواجهة تبع بيكستي كما ترون معي هدول موقفين كأنه على مسرح قاعدين يغنوا ومدري شو بعدين يكون هاي اللبسة اللي شفنا بعدين هاي الحقيبة الكيوت اللي شفنا هاي اللبسات الإيمو وبعدين هاي السيارة وبعدين هاي المنزل بعدين هاي تبع دوري ميفسولة سي يعني هاي لوحة المفاتيح تبع الموسيقى كأنه يعني كل يعني خطوة هنضغط هنوقف عليها لحن اسمع دوري ميفسولة يعني زي لما بنضغط على البيانو كأنه بيانو كأنه المفاتيح تبع على البيانو حيضيفوها بعدين هاي هي كأنه الـ Event Pass المجاني عنجد مجاني حيكون 6 قطع ملابس كل يوم نحصلها قطعة بالمجان سو بس يا جايز هنخلص هاي الفيديو بتمانا يكون عجبكم ومعسل شئين كون تشتركوا بالقناة كواحدة كثير 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 لايكات على الفيديو بس بحب كوني كثير كثير كليات كون ان شاء الله بالفيديو الجاي باي